اشتركوا في القناة مرحبا بكم في برنامجكم نظرات في آيات سيمو غليوين ذي اللايات القرآن الكريم نظراتنا اليوم تنصرف إلى الأيحداش من سورة الحجرات حيث يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يوالإخوة الكرام أخوات الكريمات هذه الآية العجيبة من سورة الحجرات من سورة الأخلاق تنظم حياتنا الاجتماعية تنظم العلاقات بين الناس للأسف الشديد مما نلاحظه في دنيا الناس نجد أناسا يسخرون من أناس إما بسبب مراكبهم الاجتماعية أو بسبب فقرهم أو بسبب عدم حصولهم على شهادات علمية لسبب من الأسباب أو أحيانا ليتمهم أو أحيانا ندري أو لألوانهم فأسباب الاستهزاء وأسباب السخرية لا نحصيها عاددا وهذا هم كبير وقع فيه بعض الناس أية ثماثنثي استماثين لايان بوسان في شجي صارفقان أتذاويون بطان ذا مقاران أطاس جمذاني في تذيرين أطاس جمذاني في تذيرن ألا نمذاني استهزين سقوياض يا إما سباب الله أطاس جمذاني استهزين سقوياض ذايني من ربي سبحانه ربنا قال بعدما خاطبنا بلغة الإيمان يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب الذي يتكرر مع الآيات التي هي محل النظرات نظرات في آيات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني أي معاشر الرجال لا تسخروا من غيركم من الرجال لا بسبب مراكزهم الاجتماعية مراكزكم أنتم مراكز عالية كبيرة ومراكز غيركم يعني ضعيفة فلا تسخروا منهم لهذا السبب لا تسخروا منهم لسبب آخر يتعلق بتاريخهم أو بألوانهم أو بعادام حصولهم على شهادات علمية كل ذلك ممنوع لا ندري لأن الله عز وجل قال عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ رُبَّمَا يَكُونُ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَسْخَرُونَ مِّنْهُمْ هُمْ أَفْضَلْ مِنْكُمْ فِي مِيزَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لذلك فاحذروا ربي سبحانه يناد يهضر يناد القوم يعني أي يرقز ولقالا تستهزيم سقوي ياض إما نثني اللوزن خوني ثروام ناغ خونوي ثغرام نثني ورغرينانا ناغ خونوي ذي شبحانا نثني ذي فريكانا ولاش ودي خلقني ما نيس ولاش أم ذاني اختارني مولانيس أريد جوزانا أستهزيم سقوي ثني آخران ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ذا ربي سبحانه إنها ثلوين استهزين استلاوين النظان لأن ثلوين أثنتي هضو ربي هذوياغ استهزين تما استلاوين ذا خلت واشولت نغير الجيران نغذو كثيرون أبالك ثلوين أكي ورساين تارا سيهللين بالك وساين تاري مولان سيوجيلين بالك ورغرينا تارا هذرمثا ثلوين أتسنقسم السي القيمان تيادورث الظري مثالا ورث حصي مثالا بالك نيثنتي خيرا همث ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم لا يصح أن تستهزئ النساء بغيرهن من النساء بسبب فقرهن أو يتمهن أو عدم حصولهن على شهادات علمية لا يصح لا ندري ربما النساء اللاء يستهزئوا منهن أفضل عند الله جل جلاله لأن موازين الله عادلة لا تظلم أحدا وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ لَا تُلْقُوا بِالْعُيُوبِ عَلَى غَيْرِكُمْ فَهُمْ يَرُدُّونَ الصَّاعَ صَاعَيْنَ هُمْ أَيْضًا يَرْمُونَكُمْ بِعُيُوبِكُمْ يُبْرِزُونَ عُيُوبَكُمْ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ احذروا حافظوا على كرامتكم بالمحافظة على كرامة غيركم حافظوا على حرمتكم بالمحافظة على كرامتهم فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ حَرْزِثُ الْحُرْمَ بُيَضَ أَذِتُ وَأَتْسُ وَحَرِزُ الْحُرْمَنُوَنُ الكَرَمَ يَفْكَتْ رَبِّي مِذَانٍ مَرَّا رَبِّي نَدِّ صُورَةِ الْإِسْرَاءِ اللَّيَثِ اسْتِسَعَى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ هَذِهِ الْكَرَمَةَ مَنَحَا اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِبَنِي آدَمْ فَكَرَمَتُهُمْ فِي آدَمِيَتِهِمْ في آدَمِيَتِهِمْ لذلك لا يصح نقلاً ولا عقلاً العدوان على كرامة الإنسان ولا تنابزوا بالألقاب بإنسال اسم الفسوق بعد الإيمان التنابز بالألقاب هذا أيضاً يشكل ظاهرة خطيرة في بعض الاجتماعات ولكن بعض الاجتماعات لا ينادون بأسمائه بألقابه التي افتعلها الناس لهم وهذه الألقاب فيها إساءة فيها تجريح فيها أذار لا يصح ذلك التنابز بالألقاب هذا أمر سيء للغاية فلابد أن يخاطب الناس بأسمائهم وأن يخاطب الناس بألقابهم ولا يخاطبوا بهذه الألقاب التي صنعها الناس لهم وهي ألقاب فيها إساءة وفيها أذارة هذا الذي أراده الله منا جل جلاله يثمثنا في استماثين سيد ربي مدينة ولا تنابز بالألقاب ويلا قارنغا ساكي ميسمون يوياض إدخذ منهم ذيكس المعاييرا ذيكس اللاذا كولي يون ذي لحقيس بشاست سيولم سيسميس نغاست سيولم سيسمي تفاميل تيس وريجوزارا أسد خلق ميسم تكلمنيا أني أظن ما تشيد يونس في كنيم أو لا نيس ما تشيد يسمي تفاميل تيس أثير أدأ أتلسقن أم بعد ذي الدوف الله أدوغل المدنس سوالن سيسمني ماكيس يسمي سنتيذت وكذي سلاذة ذام قرآن جرحا طاستا نفسيتي كمذانن وشحالي السلمية ثماثنتي استماثين أنداء إمذانن سكنيسموني ويال يغال سبحان الله هالمي أتسونيسموني سنتيذت ولكن قيمد كان يسمني إذا سفكان مدن سبحان الله بعض الناس يخاطبون بالألقاب بالألقاب التي صنعها الناس لهم ونسي الناس أسماءهم الحقيقية وفي ذلك أذى كبير ختم الله عز وجل ذلك بقوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون من لم يتب من هذا الصنيع من لم يتب من هذه الأعمال البئيسة هذه الأعمال السيئة السخرية والتنابس بالألقاب والاستهزاء كل هذه الأعمال السيئة من لم يتب منها فهو ظالم ربنا قال فأولئك هم الظالمون يكفيهم أن يوصفوا بهذا الوصف الخطير وصف الظلم والظلم وظلمات يوم القيامة سيدي يا ربي ناد وقذون ثوفارا يحسفثنا ربي ض الظالمين وقاذ ظلمان وقاذ استهزان سوياضنا وقاذ اتلقى ذن وياضا ما ذي رجزنا متولاوين ما ثوفن ربنا ذا سنيافو أذجن يرفري ذا ذبعنا ذا ربي سبحانه ما لا أرفغينا للثوفن يدي يا ربي وصفثا الظلم بصلاة باطل ذي سيّرى مجال الويس بسر ذي الوصف مجلس مجلس